لويجو، أخبرني تعرف التصوير من المحل كيف تتبع حياتك؟ لا، التصوير هو أن تتبع حياتك كيف تبدأ مع الحياة ؟ كيف تتبع حياتك؟ أعرف كل شيء عن هذه المقبضة لكيه، معي أنه مجموعة لم يكن ذلك اليوم بما قالتني مدى و على الحالة من وجهت في دونني؟ أما كنت ذلك؟ مدى 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 و قالتني أنه هناك جديد مستوى لك من المعارض من المعارض وأردت كل شيء من البداية كنت ذلك لم تكن منتوقف لأنه لديه عارض حول textingها وليس شيء أنا مجددا أن أترك هنا لم تعتقد أنه في موقع فقط عندما تصل على هذه المستقبل يقول أنه حسنا نعم نعم فأنا أخبره أنه أخبرت أنه أخبرت خلينا أقول لحضراتك أنه أنا طبعا سألته في البداية قلنا القصة إزاي انضميت من البداية للنادي الأهلي هو قال أنه طبعا يسمع النادي الأهلي وعارف عن النادي الأهلي وأول ما تعرض عليه العرض من وكيل أعماله أنه عنده فرصة عظيمة جدا للانضمام لأكبر نادي في المنطقة أو في الشرق الأوسط النادي الأهلي هو كان عارف النادي الأهلي وفورا بيقول في اللحظة أنا وفقت بالانضمام للنادي الأهلي ووفقته لتوله خلاص بعتلي الكونتاكت وده الحقيقة الإجابة دي بتدل على قدية يعني طبعا قالت كلام كتير أن لعب هذا الحجم إزاي يجي في مصر ولكن ده أنا بجيب لكم الكلام منه يعني هو نفسه قال أنا وفقته وجيته ما كانش فيه تردد خالص ومضى العقود ودي كانت بداية قصته والانضمام في النادي الأهلي خليط على الفاصل أعزائي المشاهدين عندي لك كلام كتير نقوله ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة